أكد وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو على أهمية التعاون الثقافي بين مصر وقطر كجزء من الروابط التي تجمع الشعبين وخلال لقائه بنظيره القطري الشيخ عبد الرحمن الثان أعرب هنو عن تطلعاته لتكثيف التعاون الثقافي والفني مع الجانب القطري وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون المشترك بين البلدين كما نقش خلال هذا اللقاء نقش مقترح لإقامة فعاليات فنية مشتركة خلال الفترة المقبلة تجسد ثقافة وتراث البلدين والتقى وزير الثقافة رئيس مجلس أمناء متاحف قطر الشيخة مياسة بنت حمد بن خليفة الثان لدعم الجهود المشتركة لتطوير قطاع المتاحف الفنية وتبادر المعرفة والخبرات الفنية والثقافية بين المؤسسات المتحفية في البلدين ترجمة نانسي قنقر